إدارة منشقة عندك فيه أريفابيني وتشيروبيني فيه نيدفيد فيه أنييلي كل دول انت مش عارف مين صاحب القرار يعني أريفابيني طلع في تصريح صادم جدا قبل مباراة مونزا لما قالوا له الدنيا مش 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 كويس أليجري هيمشي مش هيمشي اللي انت قلته قبل مباراة بن فيكا لما الواحد بالمناسبة هو شاب عربي على فكرة اللي سأله قاله أليجري هيمشي فقاله لو انت هتدفع مرتب اللي جاي ومرتبه تمام فالدنيا هاجت وهو أريفابيني لما وصل للملعب قال لهم لا انتوا بتحذروا بقى دي كتنكتة فجيب قبل مباراة منزا بيسألوه بيقولوا لهم انتوا بتدوروا على حد مسؤول أنا المدير التنفيذي وأنا المسؤول تصريح يده شجاع لكن هو في الحقيقة هو ضرب في الباقي الحرب الداخلية اللي مالوش فيه نيدفيد مالوش فيه أنا المسؤول في نفس الوقت هو اختيار أليجري ما كانش أريفابيني الواحد هو كان اختيار أليجري كان أريفابيني أنيالي لأن ندفت بيقود لواء كونتي حتى الموت عايز كونتي لحد ما كونتي رجع كونتي لدرجة ان لما اتعرض عليه تخن وبوتشتينو وقالوا له اصلي سيدانس تاني منتخب فرنسا قالوا ما لا تخن ولا بوتشتينو أنا عايز كونتي وحصل لفتفتك للأربع اللي فات كنا عاديين وانت وقلت لك ان الكلام وان كونتي موافق النهاردة تاني بتتكرر تاني من إيطاليا ان كونتي على أتم الاستعداد للعودة ليوفينتوس خاصة ان عاد وانتبه نهاية الموسم ولما توتنهام قالوا له هنبدأ نجد قالوا ما أنا مش دلوقتي أنا مركز